أن في أيام العيد ينبغي للناس أن لا يجعلوا من العيد يجعلوا منه أو يتخذوه معصية لله عز وجل كيف ذلك؟ يعني بعض الناس وللأسف في العيد يتهتك وفي العيد يعني تجده يتفلت من جميع القيود الشرعية والقواعد المرعية وفي ممارسات كثيرة جدا تليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يجعلوا من يوم العيد يوم فرح شرعي بالتقرب إلى الله عز وجل والبقاء على التكبير المطلق والتكبير المقيد و أنا ذكرت لكم في لقاء الأمس أن هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد التكبير المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق هذه المقيدة الذي بعد الصلوات الذي بعد الصلوات فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحذروا من سخطه وغضبه جل وعلا هذا يوم عيد تفرح فيه لأن الله أنعم علينا بنعم عظيمة نعم عظيمة بعد رمضان نفرح بالعيد لأن الله من علينا بركم من أركان الإسلام هو هبة ومنحة من الله عز وجل ليعظم لنا الحسنات و ليرفع الدرجات و ليكفر الخطيئات كذلك عيد الأضحى نعمة جاء بعد شعيرة الحج فالناس يكبرون و يتقربون إلى الله عز وجل بما شرع في كتابه و على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر